السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين أنا اليوم مبسوط كتير كتير لأني شاهدت التعليقات ومبسطت وشفت اللايكات 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 فكل الاحترام وربنا إن شاء الله يسعدكم ويا أحلى متابعين وأحلى ناس موجودين عندي عن جد أنا الآن بتمتع لما بعمل الفيديوهات علشان خطركم وكأنني شايفكم واحد وواحد خلينا نبدأ الفيديو على بركة الله لا تنسى الدعم بالإعجاب وهيا بنا إلى اليوم ورجعنا لكم من جديد قبل ما نبدأ طريقة التصوير هذه اللي أنتوا شايفينها بزاوية زي هيكة ولا بدكوا إيها زي الأول ممكن في التعليقات أكتب التعليق وتحطوا له لايك وتشوفوا الموضوع خلينا نبدأ على بركة الأول حاجة الثيم الموجود عندي علشان أكيد في ناس يعني عجبهم أنا عجبني الثيم الأيقونات اللي عنا هنا شكلها 3D تقريبا يعني هيك تحسها 3D يعني أنت كشعور هيك كأنه 3D يعني بالأخص في المنطقة هذه بتحسها 3D شايف الأماكن هذه؟ هذا كله من الثيم يعني الصحيح ثيم عجبني وهي شاشة القفل وهي شاشة القفل كيف شاشة القفل؟ حاجة محترمة وهي البطارية وهي حاجة حلوة كتير كتير وهي صورة الشحن زي ما أنتوا شايفين مع هذه شاشة القفل لو دخلت على حول الهاتف تلاقي المكان بهذه الطريقة وهي الألوان موجودة عندك اسم هذا الثيم بي عشرة بي عشرة عنا اليوم في الفيديو في عنا كلام مهم جدا أول شغلة جوجل بلاي جوجل بلاي في مفترة كبيرة في مشاكل ممكن كنت تتعرض لمشكلة أنه أنت بتدخل على جوجل بلاي وتنزل التطبيق وأي تطبيق بيقول لك لا يمكن الشراء في منطقتك وهكذا وعملنا فيديو على هذا الكلام الحل اللي عملناه في الفيديو في القناة التانية قناة إيهاب تيفي بلاس إذا بدأك تشوف الفيديو هو الآن موجود آخر فيديو موجود على القناة الآن في أجل تحديث جديد عشان كمان إحل المشاكل اللي موجودة في التطبيق جوجل بلاي المسؤول عن كل التطبيقات اللي بتنزلها أول حاجة عندنا تطبيق الحماية الجديد هذا آخر تحديث يعني طازة يا سمك يا مفرفر في الشبك في الأمور كلها تلاقي لأنه كان فيه تطبيق الحماية اللي قبله كان فيه بعض المشاكل وبعض البكسات هذا التحديث الجديد كل حاجة فيه الجيم تيربو مسرع الألعاب اللي موجود عندنا هو نفس المسرع ونفس الخصائص ونفس كل حاجة وأنا حكيت قبل هيك لما انتيج على الإعدادات وخاصة للناس اللي بيلعبوا ببجة فيه عندنا هنا في إعداد مهم جدا لازم أنت تقفله في الوقت الحالي مع التحديثات هذه لازم أنت تقفله وهو إعداد اللي هو وضع الأداء وبتيجي على تحسين اللي هو الأداء شايف تحسين الأداء؟ يعني تجنب ارتفاع درجة الحرارة ومشاتر فيه أو معدات الجهاز فهي أنت بتفعلها عشان تتلاشل الأمور هذه فتروح أنت بتوقفها علشان تحل المشاكل السخونة واللاقو الأمور هذه ضروري جدا تجرب وتشوف مش هتخسر شي تجرب وشوف إعدادات الجيم تيربو أكتر من مرة عملناها وبالنسبة للإعدادات الإعدادات العامة هذه هي الإعدادات العامة وفيه عندنا هنا وضع الأداء إعدادات وضع الأداء وضع الأداء في المكان هذا بتكون مفاعل كل الأمور هذه اللي شايفها أمامك ومنرجع تاني خلينا نحن نرجع للمرة واحدة في وضع الأداء بتكون مفاعل هذه الأمور وهذا مقفله واستثناءات الذاكرة تعمل سيرش على البابجي ممكن تعمل سيرش وممكن تتعلمها بدون سيرش وهي لعبة البابجي علمناها وهيك إحنا عملنا الوضع اللي إحنا بدنا رياها وبعد هيك عنا بعد وضع الأداء فيه عندنا اللي هو زيادة سرعة مي واي فاي هاي بتقفل ليها لأنه فش عندك راوتر إذا عندك راوتر ريدمي أو مي بتعملها وعدم الإزعاج اللي هو فيه عندنا تجربة حلوة بتفعل هذول الأربعة هذا الكلام حكناه أكتر من مرة وأنا بعيده عشان في ناس ممكن يكون فيتهم الفيديوهات وبتكون تقييد الأزرار والإيماءات عشان أنت ما تعمليش عندك مشاكل الإعدادات الإضافية بتنزل تحت هنا بالنسبة للتوتش اللمس في المناطق اللي الزوايا بتلعب فيه زي ما بدك ممكن أنت تعمل عملية اللي هو تزغير أو تكبير أو ولا إشي فأنت بمكن تحطه بطريقة متوسطة وتلعب في الرسوميات حسب معالج جهازك يفضل أنه تخلي المتوسط اللي هم للمعالجات اللي بتدعم لعند 60 وهنا ممكن استعادة لإيش استعادة يعني لو بدك تعمل عملية استعادة لما كانت صابقا يعني استعادة الضبط للعبة لو جينا هنا على البطارية والأداء هتلاقي في عنا الموافر البطارية في عنا البطارية درجة الحرارة طبيعية يعني كيف كان في هم عملوا مرة عادي ودافئ ورجعوا اللي هو أرقام بيكون أفضل وبالنسبة كمان في شغلة إضافية مهمة جدا لازم أنت تكون عارفها تيجي على الإعدادات الميزات الخاصة في أن هذا النوافذ المنبثقة بتيجي هان على الشريط الجانبي بيكون مفاعل وبتخصص مثلا بدي تخصيصه في أي ألعاب بتحدد الألعاب بتخصص فيها وتخصيصات الفيديوهات بتحدد الفيديوهات إيش هذا هذا الشريط شايفه هاي نفتع زيك هاي التطبيقات تفتحها من هذا المكان مثلا هذا التطبيق تفتحه تحطه فوق هيك بنفتح هنا الميزة اللي بدي أقول لك عنها بتقدر تحركه وهيه زي ما أنت شايف تحركه وين ما بدك هنا 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 وين ما بدك وين بتحركه بتقدر تطلع الشريط الجانبي اللي بيفتح التطبيقات كنوافذ منبطقة نجي لرقم اثنين رقم اثنين عندنا هذا بتقدر تعمل فيه زيك روح رقم اثنين فيه عندنا مسجل الشاشة هذا مهم جدا فيه ناس عندهم مش عندهم مسجل الشاشة بتقدر تنازل عادي وصير عندك لو فتحنا مسجل الشاشة هيفتح معنا زي هيك هاي أعطاك اللي هو شعار فيه هنا تسجيل وهنا ايش بتسجل هذا المكان انت يعني ايش الفيديوهات اللي سجلتها هنا اعدادات هذا مهم جدا فيه ناس بيقول لك انا فيش عندي صوت لما اسجل بتيجي على مصدر الصوت بتفعل المايكروفون اذا بدك الاصوات الداخلية فقط اصوات النظام واذا بدك كتم ولا اي حاجة بتعمل كتم فانت بتعمل مايكروفون عشان تسمع صوتك اللي هنا وبتيجي هنا معدل يعني كل معاليت بكون افضل للصورة وعندك هنا التوجيه تلقائي وجودة الفيديو كل معاليت بكون افضل انا حطه لعند كديش لعند ستين اعلى اشي عشان تكون الصورة اوضح والدقة الفين واربعمية في الف وتمين هذا الريد منوت عشر برو الريد منوت احداش برو اللي انا بشرع عليه وبتعمل تسجيل هاي الان المايك الان اشتغل ها المشكلة هاي اللي كتير حكوا عنها الان هاي المايك اشتغل ونسكر نشوف هل اشتغل هيكون عنا فيه ثلاث روابط في صندوق الوصف وفي قناة تليجرام هتحملهم بشكل طبيعي بعد ايو الان مثلا تطبيق الحماية بتعمله زي ايك بتقول له تحديس بتحدث عندك تم مسجل الشاشة تحديس تمام نيجي للي بعده نعمله تحديس متجر جوجل بلاي لازم تعمله تحديس عشان نحل المشاكل اللي موجودة عندك وهي متجر بلاي الجديد تمام التمام اشتغل وكان في عنا تطبيقات ما تفتح مثلا فيه تطبيق ما كان يفتح معنا اللي هو يقول لك روح اشتري وعمل وسوي فور كي والبيبر هذا وين اللي كان اللي هو في عنا تطبيق مئة مليون واحد من نزلينه لو عملنا تسبيت تمام تمام هاي مئة المية ألف 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 أيوة والله ما كان ينزل هذا هاي ينزل خلص هيك المشكلة ان شاء الله واحد أجا وقال طيب أنا بدي أعمل إلغاء لتسبيت التحديث اللي أنا نزلت وبتيجي على الإعداد اللي إلغاء التسبيت الإعدادات التطبيقات إدارة التطبيقات نرجع إدارة التطبيقات ونعمل اللي هو مش إخفاء عرض جميع التطبيقات ونبحث مثلا على تطبيق اللي إحنا نزلنا الحماية اللي هو بتعمل إلغاء تسبيت التحديثات وتقول له حسنا هيك بتلغي طيب نرجع ثاني في عنا مسجل هايو شايفين مسجل الشاشة مش المسجل مسجل الشاشة وبتعمل إلغاء التسبيت هنا مسجل الشاشة اللي أعملت إلغاء التسبيت هييروح بالمرة لأنه إلغاء التسبيت انتظام وتحديثاتك في أمان ونتمنى منكم الإعجاب بالفيديو وتستنون في فيديو جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم إيهاب الصرفاندي سلام